اشتركوا في القناة والإعلام مالكم والبنوب مالتكم وبيوت العشيقات مالتكم ليش انهزمتوا بس هدتكم ترامب من اللي انهزم كلهم مطيني واحد قائد مليشيا موجود قائد مليشيا ايه طبعا لا لا ما احشى على المواطنين ولا على ضباطنا الحال لا لا اقصد على مثلا الزعمات السياسية اللي كانت خطوط حمرو توجروس كلهم التواصل مع امريكا اسمها انا اعرف زين كلهم على تواصل دقيق مع امريكا وكلهم يقولون لهم هذولا مو احنا هذولا الولد اللي مخش ولد والذولا كنت شفت حتى اليوم لما صار شي اسمه قصف ما ادري وين بالخضراء على السفارة قريب السفارة مبارحة اوك مبارحة اول شي طلع خبر هذولا الولد ما منضبطين كانوا معصبين وزعلانين وضربوا شلون يعني انتوا صواريخ الكاتيوتشة بيدوا ولد من فعلين ولك صيروا زلم حتى جذب ما تعرفون جذبهم وبالتالي انا الاوان للعراق ان يتحرر من هذه الملة الفاسدة المنحرفة المجرمة الارهابية بمعنى كلمة السلاح بيد الدولة شلون بالقوة بالعصر بالقبقاب خلاص راح قاسم سليماني حبالك ايران ضعفت ونفوذها راح يقلب العراق هاي 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 انتبه 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 اي القتل الناس بالباطل هو الجبان مو خلاص راح قاسم سليماني يجوه منه كان قاتل يختال البشر سارق اصاب شيء ارهابي منه هو بطل قومي عند الاخرين محمد محمد استخدم كلماتك الزيئة تفضل اسأل عند الاخرين الموقع هسا تفضل اسأل يلا اوه سؤالي هذا شنو سؤالك سؤالي انه خلاص انتهت حقبة قاسم سليماني ورح نروح بعراق وبعملية سياسية بعيدة عن التأثير الايراني عزيزي الرهيد العراق دولة المواطنين مئات الالاف والملايين نزلوا يقلون اريد وطن صح شلون احنا مو دولة اسلامية اسمع احنا مسلمين ايه احنا مو دولة اسلامية واحنا مو دولة ايرانية واحنا مو سورية واحنا مو دولة عربية احنا العراق ابو الاف السنين اشلون نرجع لاسمنا اما الاخرين هم الدخلاء وهم العصابتية والمنحرفين صار معلوم شو قلت اخر كلمة ايه صار معلوم بس هاي الرؤية سيد مثال رؤية امريكية اكثر ما هي رؤية عراقية صح رؤية امريكية اكثر من ما هي يعني اتريد تقول لي اذا قدرنا نسوي العراق مو مثل امريكا مثل دبي راح نقول لا اذا قدرنا نسوي العراق بغداد مثل اسطنبول هاي الحلوة الجميلة او مثل طهران هاي الحلوة الجميلة راح تقول لي لا او نسويها مثل ابو الاربي راح تقول لي لا اذا هي هاي اسمها رؤية الامريكية خوشفان عاليد رؤية الامریکية